بسم الله السلاة والسلام على جهة خلق الله سيئلنا محمد والله وصحبه المعين لهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أهلا بكم في غنات نوينغ الليلة في درسي جديد من دروس تعلم والاتسي تي اي ميل والسي اس اس الليلة سأريكم كيف تقدر تعمل دروب داون مينو يعني وانت بتصفح فيه في المواقع تلاحظون انت مجرد ما يعني إذا كنت خشب بالحاسوب بتاعك أو بالتلفون مجرد ما تصل لغايمة معينة تظهر لك دروب داون مينو بتظهر لك يعني غايمة ثانية يعني أخرى غير النافار الموجودة في الهيدر الليلة سأريكم إن شاء الله كيف تقدر تصميم يعني الدروب داون مينو زي اللي بتشاهدوها الآن بطريقة بسيطة جدا جدا فقط هنستخدم الستي اي ميل والسي اس اس طبعا دي ستكون الخلفية اللي نحن هنستخدمها دي الغايمة وأيضا هترك لكم في الوصف هترك لكم الرابط بتاع الفيديو الفات اللي هو كيف تقدر تعمل غايمة زي دي من غير غايمة من سدلة من غير دروب داون مينو تحتاج إنه انت يكون عندها خلفية عن السي اس اس و خلفية عن السي اس اي ميل عشان انت تقدر تعمل دروب داون مينو زي اللي شايفنا قدامكم دي عشان ما أطويل الفيديو تابع الشرح مونه مونه اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة